الماء البارد يقتل العصب الحار ويسمى العصب المبهم وهو مربوط بالمعدة والقلب معا فلو جاء تنبيه عنه في هذا العصب مثل الماء البارد الذي يلقى في الجوف دفعة واحدة وهو التنبيهات الشديدة فإن هذا العصب ربما نبه القلب فوقفه عن العمل وهناك حالات كثيرة لموت مفاجئة بسبب التنبيه شديد جدا لهذا العصب الحار وقد سماه العلماء النهي العصبي الذي يؤدي إلى توقف القلب وقد يحدث الموت فجأة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عب الماء وهو شربه دفعة واحدة وأمر بشربه على ثلاث دفعات وهذا توجيه من قبل الله عز وجل أمر آخر إن الإنسان حينما يكون في حالة حر شديد في حالة جهد عالي جدا مثل مثل الآلة لو صربت الماء على الآلات المعدنية وهي في حالة الجهد وحرارة عالية تفطرت وانشقت فكيف الإنسان فاشربوا الماء جلوسا واشربوه على ثلاث دفعات وأيضا أثبت علميا أن المسؤول عن الإشعار بالعطش هو الكبد وعند إتمام الشرب دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد فيحدث تليف كبدي أما إذا تم على ثلاث مرات تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بابتلاله وليونه فلا يسبب تآكل فيه فهي سنة نبوية محمدية إن الشرب وأنت جالس يذهب من جسمك جميع الترسبات الضارة ومنها الترسبات التي تسبب حصل كلا أما الشرب ثلاثا فإنه كلما شربت وتوقفت للتنفس يأخذ الجسم أكسجين ويعطي إنسلين الجسم ويعطي إنسلين يحمل مرضى السكري دكتور عبدالرزاق الشريب بروفوسور مساعد طب شمولي